فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة وقال إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى فالمتشدد في العبادة ينقطع لأنه لا عبد ضعيف فلا يستطيع الاستمرار مع التشدد وإنما يستطيع الاستمرار مع اليسر والسهولة كما في هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله لهذه الأمة وهو الدين اليسر من غير إفراط ولا تفريط